موسيقى بتكن تعرفوا كل شي عم بيسير بالجالي العربية في تورونتو؟ ما الكن إلا تتابعوا برنامج أسك ميرنا موسيقى 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 بدي رحب بكل مشاهديرات جرسيفي بحلقة جديدة من أسك ميرنا تعليقاتكم والمساجات كلها عم توصلنا نتشكر كل الفانز لاهتمامكم دايما بالبرنامج وتواصلكم معنا ومنطلب من الجميع تضلكم تعلمونا عن كل النشاطات لنكون موجودين حنبدأ حلقتنا من الكوينز بارك أمام مبنى الفارلمنت في تورونتو مع الجالي الأردني ورفع العالم الأردني للذكرة التسعة وستين لأستقلال الأردن بلد النشامة الهاشمي بأجواء من الألفة والسلام والتضامن معنا هلأ رئيس جمعية الأردنية استاذ زياد الميلاوي أهلا وسهلا فيك أهلا بيك يا أهلا شكرا من زيتك شكرا لك اليوم عم تحتفلوا بعيد استقلال الأردن بعيد عن بلدك شو بيعني لك هالعيد بيعني كل شي إلي الأردن دولة صامدة ومن أبنا وجدودنا واحنا منحب الأردن كتير كتير ومفتخرين نكون كنديين أردنيين وفي علاقة متينة بين كندا والأردن فكندا سمحت لنا أن نرفع العالم الأردني فوق البرلمان الكندي بمناسبة عيد استقلال الأردن التاسع والستون فهنيئا للأردن هنيئا للجالة الملك الله يطول عمرهم الله يوهو يحفظهم الأردن أمن وسلام ومحبة وسماحة ومن كل العرب عندنا موجودين ما رسالة اللي بتكون تواجهوها للمجتمع الكندي كأردنيين هون بكندا؟ احنا مفتخرين بأردنيتنا وبكنديتنا بجنسيتين واحنا فعالين الجالة الأردنية الحمد لله هوني من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الأعلى وكلهم عم بيشتغلوا وكلهم عم بيدفعوا ضرائب عم بيساعدوا عم بيقدموا العلم والتكنولوجي والمساعدة والدعم لكندا فاحنا عنصر فعال في المجتمع الكندي ومنحب المجتمع الكندي والمجتمع الكندي معانا كمان متعاطف كثير كأردنيين فاحنا مبسوطين بهالشكل هذا موسيقى 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 لأنه الكسي يجب أن يجب ان تقوم بالحق لتشيء البيت المتحدث عنه للمشاهد المحافظة وإن أكثر من الجردانية لأننا أعلم أنه في الجردان لأنه في أكثر ديونة هذه السحاب وأنه في أكثر من هذا المرات وكما في الآن في منذ أكثر من الجردانية على المساعدة من منطقة نفس العديد، السم للغاية بسم للهينسي البشرة بحاجة والمقلبة أعطي لعلها الجودانية والمقلبية والمقلبية، ربما رأيي الأمريكالية للتركية نے أحساب تلك شكراً للمنزل سبلي من جنس، سبلي، النساء سبلي من جنس، كن، أحسابه أدخل أريد أيضا للجردان والراضي المثال لدى هذه الجبيلية الغزرارة المتبهرة على استخدام جردان خود النجوم السيد والمثال وجود أن يدعيدي مرحبا مرحبا شيء فعلت رضا عمله mathematical وقال يدعيدي حروبها لذلك العالمية في عام 2019 و Oregonية الدولة بميزهات تجربة من عملة كتابة صغيلة لغاية و المعركات اتضاره لكية تنعية و تنعية و المناطق من حياة نفسك تشجربة تجربة و تشجربة يشتركات تشجربة تشجربة تستمردي في نفس المناطق إلى أن تدكر وتظ revealsه تفضل موانعي اشتركوا في القناة 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 من المترجمات لكي أمام وعلى 50 عام. وأنا أيضا وحباً وحباً أن أكون الممترجمات الأولى لكي أمام الأحدة والمترجمات لكي أمام الأنم. كل الممترجمات هنا لذلك يعمل كبيرًا لتعرض الأمر لتعرض لجوردان إنه فرد ممترجم للجوردان للعرب المترجمات ونحن لكي أمام الأنم شكراً لكي ناندا، شكراً لكي نانتكم، الله أعطانكم، الله أعطانكم، الله أعطانكم، الله أعطانكم، جوردان يعني لي كثير بزك الاستقلال بلدنا وحريته والملك وأهلينا هناك فحاسي أني كأني مو بالغربة كأني بالأردن ما دي سليك بكندا؟ كثير ما تعدي والله إحنا الأردن بقلوبنا وما واحد بعيش بالأردن إلا بضل عايش جوات الأردن نقول لهم كل عام هم بألف خير وإن شاء الله يربي كل أعياد الأردن تضلها يعني بفرح طلال عزام طلال أنت اليوم عم تحتفل بايد إستليل الأردن شو بياني لك هل عيد عيد It's an independence day of my home country and like I love Jordan so much It's where I was born, it's where I was raised so it's the most important country in my life آه ليلة فخوري بعني لي المحبة والفرح وبعني لي أنه إحنا كثير فخورين بالأردن هاي الدولة الصغيرة اللي بيعدد سكانها وبيعدد بمساحتها بس هي كبيرة كثير الكل بيحترمها واحترامها واسمها ووصل لكل العالم اسمي فكتور البخيت مقيم في كندا وكنت أشارك في حفلة رفع العلم الأردني فوق المبنى البرلمان الكندي في طورنطو أنتاريو وهذه مناسبة كبيرة إلى الجالية الأردنية هنا في هذا الوطن الثاني لنا وإننا نتقدم من حضر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني بهذه المناسبة السعيدة مناسبة عيد استقلال الأردن التاسع وستين بحر التهاني والتبركات ترجمة نانسي قنقر وهلأ مع محبي كرة القدم والمهرجين الرياضي يلي أقيم بملاعب الهرشي سنتر بمدينة ميسيساغا شارك فيه العديد من الأندي الرياضية العربية عراق، فلسطين، أردن، مصر، سعودية وفريق يونس القادم من مونتريال وذلك لدعم الشباب العرب يلي بيحملوا موهبة بكرة القدم الرياضة الشعبية الأولى بالعالم وفيس ببطولة الدور العربي الكندي أكاديمية يونس القادمين من مونتريال خلونا نشوف سواه النشاط الاجتماعي الرياضي لجمع شمل الشباب وتججيعهم لخدمة المجتمع يونس القادمين من مونتريالي نشكر الفريق العراقي بابليون نشكر النادي السعودي وحضورهم اليوم وتواجههم معنا نشكر النادي القدس معنا هلأ دينا لبنزم النشاط هاي دا كيفيك دينا هاي مرنا عملا إيه نيحة خبريني شوي أكتر عن نشاط وانت طلعت بالإيديا وشو الفكرة من وراها والله إيثات باودس إيديا من حوالي أربع شهور وتكلمت مع سيار وهي شجعتني جدا إن إحنا ننظم حاجة سبورتس أكتيفتي يكونوا الناس مهتمة بيها ففكرنا إن الساكر طبعا أو كرة القدم هي أكتر حاجة اللي عرب يحبوا يلعبوها وعملنا الإفنت ونظمنا وحاجزنا وانتكلمنا عنه وكانت تأكيد من المعنى والمهتمة بالمعنى والمعنى والحواليات التي نرى في جي تي اي وحتى من منتريال قالنا ناسب في كذا حدا نمشارك مش بس تورونتو نعم مش بس تورونتو قالنا فرق من منتريال ودينا فرق من مهتمة منه هنا فالموضوع وزي تأكيد مني وكانت تأكيد من هذا الموضوع وقالنا أيضا للمشارك ولكن لا نستطيع تأكيد من المعنى علشان السباية طبعا نحن نحن نعمل لهم الإفنت نشاء الله هذه فكرة كتير حلوة نحنا منقلك يعطيك ألف عافي ومنحمس هذه الفكرة نجمع كل العرب مع بعضها بشكل حلو رياضي شكرا للمشارك ميرنة ونحن نحن نعود لك هنا شكرا لك شكرا لك محمد الزهراني محمد البكري خبرونا شو عن المباراة اليوم انتو اي فريق؟ الفريق السعودي بتورونتو مباراة حلوة بدأنا اربع مباريات فوزين وتعادل عندنا الخسارة واحدة نلعب سي بفاينة إن شاء الله وكويسين انت كمان بالفريق السعودي؟ ايو نعم انا مع محمد الزهراني الفريق كيف لعبته اليوم؟ هجومه لديفاع؟ انا لعبت وسط ومحمد الزهراني حارس انا الحارس هو الكابتن طبعا كابتن فريق ومست الفريق السيد محمد بكري مين انت؟ أحمد المالكي تعا حكي كلمة تعا حكي كلمة تعا حكي كلمة عرفنا عن اسمك؟ أحمد المالكي ماذا معك؟ أحمد المالكي انت شو لعبت اليوم؟ اي دفاع كم قول فات فيكم اليوم؟ والله تسجلت فينا هداف يعني خسرنا شوية من الطاقة حقتنا وعشان كده مستوى ننزل شوية فنوعد الجمهور ونوعد الاخوان لنسترجع قوانا ونفوز إن شاء الله في دي 4 ونتهل النهاي بإذن الله شو بتحس هيك مباراة؟ بتساعد تجمعكم كعرب كلكم مع بعض؟ شاركنا البطولة الماضية العام فزنا فيها الهم من الفوز بنقابل شقاء العرب كثير من مختلف الجنسيات وهم شي بنافس الحلوح الفريق السعودي هاروم، كيفك؟ حمد الله، أشكرك فيك تخبرنا اليوم عن النشاط؟ والله شوفي أنا من الزاوي الإعلامي جاي يغطي هذه الفعالية الجميلة حدث الجميل لرياضيين عرب حتى في ناس قادمين منهم من فرق من منتريال وفيه طبعا منترونتو والجي تي اي انا بالبداية يخليني اشكر للناس اللي نظموا والاحتفال هذا لانه اول افنت يعني منوخ طابع رياضي صحي الاخت دينا او دينا او الاخت سيار سيار الابو هنطش الحقيقة احنا دعمناهم بالصحافة والاعلام واحنا سعداء بوجودنا معهم هون ونتمنى لهذه الفكرة ان تستمر هاي اهم شيء باسم وانت احمد خبرونا عن تجربتكن اليوم بالمنتخب العراقي عم تلعبو شو حسيتو مبسوطين تسليتو تعرفتو عناس جديد والله it's a beautiful atmosphere الشباب كلها طيبة هنانا واحنا بادوء الفريق عراقي بس عدنا سامح من فلسطين فكدنا اخوان وندعي للعراق باهنة وتفضل الباسم كلمتك والله تجربة حلوة تعرفنا على هواي ناس غير فرق غير مدن من منتريال من جوي جوي من جي تي اي فتجربة حلوة معانا هلاق محمد صالح كيف محمد الحمد لله everything's great this is awesome time one of the best soccer tournaments i've been to in a long time they're playing once a year do you think this should be happening more than once a year absolutely absolutely because the tournament was so well organized i'm very positive that we're gonna be getting bigger and bigger as the as the months go by and i think we're gonna have this multiple times in the year and i'm gonna have this team in the first time in the season and i'm gonna have this team in the first time in the last time in the second time in the first time in the first time in montreal وطبعاً لقيت على الميل الخاص بالأكاديمان ان في بطولة هتتلعب في طرنطو فطبعاً لبيت الرغبة واشتراكنا والحمد لله دي احتكاك كويس احنا جايين من مبارح حجز لنوم قتيل وعايز اعودهم على اللعب الاحترافي شوية والحمد لله كنو اخدين الامور بجدية النهاردة طبعاً في شوية التعصب انت عارف بنلعب عرب و بنلعب بع بس الحمد لله درنا ادرت النهاردة اعرف مين اللعب اللي هو مستوى بيتحسن وان شاء الله يعني لو في اي بطولة جاية هنا ان شاء الله من اول فرق المشاركين فيها ومعنا هلأ المدرب سامر كمالي كيفك سامر؟ أهلا وسهلا كيف حالي هنا نيحى هادي تاني مرة بشوفك اول مرة بالتكواندو واليوم بالساكر صح صح مظبوط ابني عم بلعب والفريق كمان عم بلعب معهم بلعب ومباريات حلوة يعني بشوفك وين ماك نسم الله النشاط الرياضي عندك اوي كل الرياضة شو بنا نعمل من انا صغير بللشت الرياضي وظليتني الى هلا شو بتحب اكتر الساكر ولا التكواندو؟ لا اكيد تكواندو طبعا بس لكن هلا انا بشرل بكل الاسبورس منجمنت فبالادارة رياضية فموجود دائما باكتر من الرياضة لكن اكتر الرياضي انا المفضل هي تبعا التكواندو بتدرب دائما وتماني ايدان وعندي اولومبيك برونز ميدل يعني الحمدللله يعني فبالتكواندو متخصص اكتر برافو عليك اليوم انت عم تمرن الشباب بالفوتبول ولا شو دورك هون؟ انا اليوم جاي الساعد البطولة والفريق الاردني اللي مشارك انا موجود معاهم وابني عم بلعب معاهم بالفريق مزبوط خسرانين لكن مباريات قوية والمنافسة كبيرة بين الاندية اكتر من فريق عم بلعب وكل الفرق ما شاء الله مستعدين احنا الفريق اللي تباعنا مكنش مستعد جمع وتجمع لكن اجمالا المباريات جيدة كتير وحلوة يعني مباريات ممتازة يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بمعمر مكلوم ملياني ومزيني بزهور وغناني بري القدس اسمير نقول اهلا وسهلا فيكم مكتبي انا فؤاد دي بروكر في شركة ريماكس في خدمة الجالة العربية بمجال العقارات والموركش استشارة مجانية خبر 18 سنة بين ايديكم بخدمتكم دايما موسيقى مهلا وسهلا بكل مشاهدينا من خلال زيارته التفقدية للجالية زار جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني كندا للالتقاء بالمواطنين وتشجيعهم بالغربتهم للتمسك بجزورهم وطنيتهم وتشجيع البضائع اللبنانية بالمهجر خلونا نشوف سواه اللقاء السريعي اللي اجريناه مع معالي وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل نحنا عنا مئة موضوع عن المغتربين كلها بتقوم حول فكرة انه هالسروي للجبنان كيف ضلها عيش لبنانيتها هي وبكندا هي بالبلد الموجودة فيه بمئة وسيلة وسيلة اولا انها تحافظ على لبنانيتها وعلى محبتها للبلد بتكون فيه شو بتقول لكل المغتربين اللي بعيد عن بلدهم اليوم؟ منقلهم انه انتوا وين ما كنتوا عم بتحملوا اسم لبنان عم تعملوا شي منيح باسم لبنان ريفعين رأسنا ورأس لبنان وخليكن على نجاحكن خليكن هيكي ما في بسجلكم شي سيء الا انه بتقدموا الخير للبلدين بتكونوا فيها وعالطول بتساعدوا لبنان وتوقفوا حده شكراً كتير لألك وخلال الحفل تم عرض فيديو من إنتاج وزارة الخارجية لتشجيع المغتربين للمحافظة على عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم وتواصلهم ببلدهم لبنان خلو انا لو بعدت عن الوطن من برا بس بعدوا الوطن فيه من جوة في عندك اخواتك ما بيعرفوك اشياء خمسة ستة ما بيعرفوك بدي قولكن يا خمسة عشر مليون لبناني دالكم عن كونتاكت معنا ولو شما ساولوا انتوا بعاد دالكم اقراب منا نحنا تنصحون يرجعوا يا مرأة تنصحون مش هلأ بعد شوار ترجعوا واشتابروني خليك وناس اوه قلت انسوا انه انتوا لبنانية انه لا انا بدفع لا انا بدفع لا انا بدفع لا انا بدفع بترجعوا الخير لا ما بترجعوا انا ولا بدي شيف ايه كنت شفرت كنت قبارت الفعر اوليك بس بتمنى انك بس توصل لهونيك ما تخزق الباسبور كيف ان الغازيل انت خيه معا جدا خيه وخاصة انت يا ريشار بتعرف محبتي اليك مش رأيت لك كتير يا ابا المعب فت فت عليك ولا شوفكم نحنا نحنا نرفع رأسا بحالنا نحنا نرفع حالنا بحالنا بالليبنانية ورفعوا لنا اسم لبنان بدعوا منيك بكبر قلبي خلينا وخلينا ببالكم دلوا تذكروا اونا موسيقى 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 وخلال اللقاء ايضا مع الوزير جبران تم عرض فيديو عن الطاقة الاخترابية اللبنانية يلي هو حدث بتنظمه وزارة الخارجية والمغتربين للسنة التالتة على التوالي وهو فريد من نوعه بيهدف لتعزيز الروابط بين اللبنانيين والمقيمين المغتربين بجميع انحاء العالم مع الاشادي بنجاحاتهم بكافة المجالات موسيقى موسيقى لا لبنان من دونكم ولا لبنان من دوننا نحنو لبنان 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 نحن هنا نMenar يديك من الخارج والمغارب نحن نعانقك ونقبلك أ Long live Liban My grandfather My parents, my children and my grandchildren أ Long live Liban أهل , أصداد , أبائي أصداد و أولاد يوم أولاد كله هنا مع توضيع التصوير والمطاعر يستطع لدينا تحقيق نظام أرغب أعطاء 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 أخرى أرغب أعطاء Concerts المسؤولين سييرون على المحافظات إبنائه إيه واحصاً إلينا 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 و انا بوطني غني زرعني بأرض و انا زرعته بكل الديني وطني بيعرفني و انا بعرف وطني هو التنفيه و انا بوطني غني موسيقى لأجمل السهرات وأحلى الأجواء وأشهل مأكلات العربية ما لكم إلا تزوروا المطعم العائلة مازا كاردن بأيجاكس للحجز 905-427-9933 نرويال رستو أن لونج بيستقبل زبينه بحل جديدة لأجمل السهرات والمناسبات وأشهل أطباك زوروا للرويال بمسيساغا 905-281-8259 صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الندامة بيتي ضيق جدا لكنني أحلم أن يمتلق بالأصدقاء شكرا لحقكم ودعمكم متعليقاتكم المتواصلة على البرنامج وعلى أمل نشوفكم بالحلقة الجاية Ask Mirna Show for this week is brought to you by Golden Dough Bakery and Grill We dough it right شكرا للمشاهدة